النادي الاهلي النهاردة في المران خلاص دخل افشة التمرين ودخل رامي ربيعة التمرين فيما يتعلق بعمر السلية هيعملوله بكرة بمشيئة رحمن مسحة وان شاء الله باذن الله ان شاء الله وبعد بكرة يمكن هيبقى زي الفل زي زميله بالزبط موسيماني عمل محاضرة فنية لمدة اربعين دقيقة قبل ما ينطلق مران النادي الاهلي بيتكلم عن مباراة ودي دجلة مباراة ودي دجلة يوم الجمعة مباراة مش سهلة على النادي الاهلي ودي دجلة بيلعب كرة منظمة وكرة هم حفظينها وبيتمرنوا عليها من مدارس الكرة والناشئين والشباب والكلام ده كله عشان كده اللعب بيطلع من تحت لفوق وهو حافظ الحكاية والرواية كهرباء كمان انتظم في تدريبات الفريق النهاردة بعد ما كان غايب مبارح حشان نزلت البرد وعملوله مسحة بالمناسبة لانه اي من نزلت برد دلوقتي بيخشى ان هي تبقى كورونا وطلت الحمد لله سلبية ومعندوش اي مشكلة طاهر محمد طاهر دخل جلسة استشفائية في الجيم لانه عنده طبعا كادمة شديدة في منطقة الضلوع ولسه قدامه يعني خمس ست ايام لغاية لما يرجع التدريبات اجاي هيرجع بمشيئة الرحمن بعد ثلاث اسابيع لسه قدامه كان عنده اصابة في الكاح للجزء اللي هو فوق الكعب ده صعب قوي كان تعرض لها في نهاية دورة ابطال افريقيا امام الزمالك لو تفتكروا اما جيرالدو فهينتزم في التدريبات خلال عشر ايام وبرحته جيرالدو بالذات برحته اشتركوا في القناة